شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مجموعة أنترو القابدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة والتابعة لاقتصادية قناة السويس وذلك لإنشاء مركز كامت للبيانات وعقب التوقيع أكد مدبولي على الدور المحوري لمراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر وفي إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحويل المصر إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا لفتا إلى سعي الدولة بمختلف أجهزتها المعنية إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمرين في مجال مراكز البانات من خلال تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة والاهتمام الكبير بتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي